بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مع هذا اللقاء المتجدد من برنامج قضايا معاصرة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا اللهم اجعل ما علمته لنا حجة لنا لا علينا اللهم ارفع الغمة عن الأمة اللهم ارفع الوباء عن البلاد والعباد ووفقنا لما تحب وترضى يا رب العالمين أحبتي في الله لا ريب أن الأحداث الأخيرة التي مر بها المسجد الأخير الأقصى بما فيها من آلام وجراح وبشريات ينبغي أن لا تمر علينا مرور الكرام وعلينا أن نتعظ بها وأن نعتبر بها أحبتي في الله ونعلم أنه ما نزل بلاء إلا بذنب وأن البلاء إذا نزل بالأمة أيًا كان نوع هذا البلاء أيًا كان نوعه فإن ذلك لحكم عظيمة منها أن نتحول من جانب اللهو والغفلة إلى جانب الجد واليقظة وأن ننظر أين نحن من طاعة الله عز وجل وأين نحن من دين الله وأين نحن من السير على كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم طاعة الرحمن سبحانه وتعالى هي السبيل للعز والتمكين ولرفع الأوبئة هي السبيل لمعية الله سبحانه وتعالى والسبيل لكي نعيش في هذه الحياة الدنيا عيش السعداء أيها الكرام فأين نحن من ذلك كله أيها الأحبة في الله إذن ينبغي علينا أن نعلم أن هذه الابتلاءات التي تمر بها الأمة والبلاء الذي مر بالمسجد الأقصى على سبيل الخصوص أيها الكرام المؤمنون إنما هو لحكم عظيمة منها أن نتحول إلى جانب الجد واليقظة وننظر أين نحن من طاعة الله سبحانه وتعالى ونتذكر أننا ما سلبنا المجد والعز إلا بسبب الابتعاد عن طاعة الله عز وجل فإن الأمة في تاريخها الحديث أحبة في الله مرت بأمور صعبة وذلك كان بسبب أن كثيرا من الناس إلا ما رحم الله سبحانه وتعالى ابتعد عن معاني الالتزام بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم السير على مقتضى الشريعة المطهرة حتى نشأ جيل إذا به لا يعرف من الدين إلا الأسماء التي تسمى بها وبعض الأمور أو المناسبات الإسلامية الرسمية في بعض المواطن فإذا به يعرف من الدين بعض العواطف القلبية بعض المناسبات الإسلامية إذا به يعتبر بها ويفعلها وكذلك بعض الأسماء التي تسمى بها وبعض الأمور التي يعرفها السطحية عن دين الله عز وجل هذا واقع أيها الكرام المؤمنون وهذا يؤذن بالهزيمة أحبتي في الله ينبغي أن نتغير وينبغي أن نسعى لتغيير ذلك الواقع لأن الأمة لما حدث فيها ذلك مع بداية القرن المنصر أحبتي في الله بدايات القرن العشرين هيئ ذلك لسقوط الخلافة ثم بعد ذلك أحبتي في الله تكالبت أو صاحب هذا الضعف وحب الدنيا والوهن والابتعاد عن تطبيق الشريعة والسير على معاني الدين والالتزام به وجعله واقعا عمليا في دنيان أحبتي في الله صاحب ذلك يعني تحالفا من أعداء الله على البلدان الإسلامية فإذا بهم احتلوا البلاد الإسلامية ورموها عن قوس واحدة هنا وهناك ثم بعد ذلك هيئ ذلك الأمر إلى إعطاء القدس وطنا قوميا أو فلسطين وطنا قوميا لليهود أحبتي في الله وجاء هذا الابتلاء العظيم أحبتي فعلينا أن نعلم وأن نتذكر ذلك ونعلم أن له أسباب وله مقدمات أدت إلى الوهن وأدت إلى نزع التمكين من عندنا فينبغي من الأمة فينبغي علينا أن نراجع أنفسنا وحينما يتجدد هذا البلاء أحبتي في الله ببعض الأزمات وببعض الحروب ينبغي أن نتذكر ذلك وأن ننظر أين نحن من عوامل النصر التي بها نستحق التمكين من الله سبحانه وتعالى ونستجلب معية الله عز وجل نعم أحبتي في الله الأمة عندها ما عندها من الإمكانات ومن الطاقات ومن المواقع الجغرافية ومن الأموال والاقتصاد ما يؤهلها للنصر على أعدائها أحبتي في الله لكن ينبغي أن يتوج ذلك بالعودة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون ذلك نهجا عاما في الأمة نستجلب به معية الله عز وجل فإن الأسباب بمفردها لا تكفي حتى لو حصلناها أحبتي في الله إنما نحتاج مع الأسباب الدنيوية الأسباب الشرعية الله عز وجل أمرنا أن نأخذ بالأسباب الدنيوية وأمرنا أن نأخذ بالأسباب الشرعية فإذا ما حصلنا بعض الأسباب الدنيوية وابتعدنا أحبتي في الله عن طاعة الله عز وجل ومعاني الإيمان وتكالبنا على الدنيا يوضع فينا الوهن أحبتي ونفقد معية الله وعندئذ يبتعد عنا النصر فينبغي أن نعتبر أما إذا وهذا الفرق الشاسع والبون الكبير أما إذا تمسكنا بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وبمعاني الإيمان التي أرادها الله منا وحققناها على الوجه الذي بينه الله لنا في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم عندها بأقل الإمكانات بفضل الله سبحانه وتعالى تأتي العزة ويأتي النصر ويأتي التمكين للمؤمنين في ربوع الدنيا بإذن الله سبحانه وتعالى فوعد الله أيها الكرام المؤمنون آت لا محالة ولكن لمن حقق الشرط ولمن التزم به أحبتي في الله قال الله سبحانه وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا انظروا أحبتي في الله هذا وعد الله سبحانه وتعالى ومن أصدق من الله قيل ووعد الله يآت لا محالة أيها الكرام ولكن لمن حقق الشروط فالله سبحانه وتعالى أيها الأحبة لا يوجد نسب بينه وبين خلقه فمن أخذ بأسباب النصر والعز والتمكين وصار على طاعة الله سبحانه وتعالى نصره الله سبحانه وتعالى ومن ابتعد عن معاني الإيمان وانتقل من الإخلاص والتوحيد إلى الشرك والرياء وابتعد عن طاعة الله وتمسك بالدنيا وتعلق بها أكثر من تعلقه بربه سبحانه وتعالى فهنا تأتي الهزيمة ويأتي الوهن ويأتي الضعف فعلينا أن نعلم من أين نؤتى أيها الكرام المؤمنون لا ينبغي أن تمر هذه الأحداث علينا سدى أو تمر مرور الكرام إنما نعتبر ونضع ذلك في ذكرتنا نتذكر أننا ما سلبنا المجد إلا بسبب الوهن والابتعاد عن طاعة الله سبحانه وتعالى والرضى بالدنيا وتقديم الدنيا على الآخرة وأننا إذا عدنا أحبتي في الله وحققنا الإيمان على الوجه الذي أراده الله سبحانه وتعالى يأتي النصر من الله عز وجل بموعود الله سبحانه وتعالى ولذلك في الآية التي ذكرتها آنفا أحبتي في الله وهناك شروط ينبغي أن تتحقق وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات انظر أيها الحبيب الكريم هنا ينبغي لكي يتحقق الوعد وجود الطائفة المؤمنة التي تعمل الصالحات وجود الطائفة المؤمنة الإيمان الحق بالله عز وجل الموعود بالنصر من الله كما قال الله عز وجل وكان حقا علينا نصر المؤمنين فالإيمان إذا تحقق على الوجه الذي أراده الله سبحانه وتعالى يتأتى النصر من الله سبحانه وتعالى ويتأتى العز والتمكين بالإمكانات المتاحة بفضل الله عز وجل أيها الكرام المؤمنون فعلينا أن ننظر أين نحن من ذلك وجود الفئة المؤمنة والمقصود طبعا الزمان والمكان لا يخل بفضل الله عز وجل من وجود فئة ظاهرة على الحق مؤمنة طائعة لله سبحانه وتعالى لكن نحن نحتاج إلى أن يكون ذلك هو الأصل في الأمة وهو الغالب في الأمة لا يكتفي كل صالح بصلاحه الشخصي إنما نسعى لتوريس هذا الصلاح نتحول من صالحين إلى مصلحين فنصلح من حولنا ونبدأ بعشيراتنا الأقربين وندعو هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء وننشر الإيمان بمعانيه التي أرادها الله سبحانه وتعالى نسعى بشرعة الله عز وجل التي قال الله عز وجل عنها ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقيم فعلى الإنسان أن ينظر وعلى الأمة بأسرها أن تنظر أين هي من شرعة الله المطهرة وأين هي من تطبيقها والعمل بها والسير على مرضات الله سبحانه وتعالى وبل البحث عن ما يرضي الله عز وجل والتخلق به وامتثال ذلك أيها الكرام والله فرق كبير إذا حدث ذلك وسيتغير وجه الحياة بفضل الله عز وجل وتتنزل الخيرات والبركات من السماء وتخرج أيضا من الأرض ونستجلب معية الله عز وجل خير الدنيا وخير الآخرة عز الدنيا والفوز بالآخرة بالسير على طاعة الله عز وجل فآمنوا وعملوا الصالحات وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنى شريطة يعبدونني لا يشركون بشيئة إيمان عمل صالح عبادة حق لله عز وجل في شتى مناحي الحياة فلا تكون العبادة قاصرة على وقت دون وقت على زمان دون زمان أو مكان دون مكان أو على العبادات دون المعاملات بل العبادة بمفهومها الشامل العام الكامل الذي أراده الله مننا في العبادات في المعاملات في الأخلاق في الآداب في كل شيء أيها الكرام المؤمنون والابتعاد عن معاني الشرك لأن الإنسان ممكن يعبد الله لكنه يبتغي بعبادته مع الله غير الله والعياذ بالله وهذا لون من الشرك لا يرضى عنه الله ممكن الإنسان يعمل العبادة يبتغي بها وجه الله ووجه الناس يعني نية أنه يبتغي وجه الله موجودة لكن مع ابتغائه لوجه الله يبتغي وجه الناس هذا الأمر أو هذه النية إذا وجدت في داخل الإنسان فإن العبادة ترد عليه أيها الكرام وهذا لون من الشرك لا يرضى عنه الله سبحانه وتعالى كما قال سبحانه في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا وأشرك معي فيه غيري تركته وشركه سبحانه وتعالى غني لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه فعلينا أن ننظر أين نحن من الإخلاص لله سبحانه وتعالى أيها الكرام المؤمنون فهذا وعد الله آت لا محالة لهذه الأمة الميمونة المباركة ولكن الأمة تمر أحيانا بأوقات استضعاف وأوقات وهن بأوقات ضعف وأوقات وهن فعند إذن بسبب هذا الضعف بسبب الوهن بسبب التكالب على الدنيا بسبب البعد عن معاني التوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى يأتيها البلاء لأجل أن تراجع دينها فإذا ما راجعت وعادت إلى الله سبحانه وتعالى عاد الخير بفضل الله عز وجل يرتفع الوباء وترتفع الأمراض وتتنزل الخيرات والبركات ونستجلب معية الله عز وجل بالعز والتمكين بفضل الله سبحانه وتعالى فعلينا أن ننظر أحبة في الله مع هذه الأحداث ما الواجب منا أي الذي ينبغي علينا أن نفعله إذا أردنا نصرة لدين الله عز وجل وإذا أردنا حماية المقدسات وإذا أردنا نصر دين الله سبحانه وتعالى علينا أن نكون صالحين مصلحين لا نكتفي بفئة قليلة كل فئة أو كل إنسان يكتفي بصلاحه الشخصي بل يسعى إلى توريث ذلك الصلاح في غيره فإذا ما أصبح ذلك واقعا في الأمة سيتغير وجه الحياة بإذن الله سبحانه وتعالى أيها الكرام المؤمنون فهذا أمر ينبغي علينا أن نرعيه وينبغي على الأمة أن تفعل مهما أعدت الأمة من عدة أيها الكرام المؤمنون وهذا مطلوب ومطلب شرعي أراده الله عز وجل منا لكن إذا أعدت العدة واكتفت بها وابتعدت عن معاني الإخلاص لله سبحانه وتعالى والسير على طاعة الله عز وجل والتمسك بكتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم فإن ذلك يفقدنا أحبة في الله مزيتنا على الأعداء وعندئذ يصعب أن يتأتى النصر الكامل الذي تقر به أعين المؤمنين أيها الكرام المؤمنون فعلينا أن نتعز وأن نعتبر مطالبون كما أننا مطالبون بإعداد العدة الدنيوية وأعد لهم ما استطعت من قوة ومن رباط الخيل كذلك أيضا مأمورون أيها الكرام بأن نراجع التوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى والتمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصحح أهدافنا وأن نصحح توجهاتنا على وفق كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم إذا تحقق ذلك يتأتى الوعد وإذا لم يتحقق ذلك أيها الكرام فينتظر حتى يأتي الجيل الذي يحقق ذلك أسأل الله عز وجل أن يستخدمنا ولا يستبدلنا سبحانه وتعالى وأن يمن علينا بما يرضاه عز وجل وبما يحب ويرضى أحبتي في الله هنا نستطيع أن نقول أحبتي أن هنا أن الشروط إذا تحققت فإن الوعد يأتي بمنصر الله سبحانه وتعالى لا محال فعلينا أن ننظر أين نحن من تحقيق هذه الشروط ورب سائل يتساءل ويقول هل من الممكن إذا تحققت هذه الشروط الإخلاص والإيمان والعمل الصالح لله عز وجل الإخلاص لله عز وجل والإيمان والعمل الصالح والبعد عن معاني الشرك والعباد الحق لله سبحانه وتعالى أن تنتصر الأم حال استضعافها وتكلب الأعداء عليها أقول ب أقول بملء فمي نعم أيها الكرام المؤمنون نعم والله فإن وعد الله عز وجل آت لا محال وإذا أراد الله شيئا هيأ أسبابه لكن لمن يستحق فعلينا أن نأخذ بعوامل النصر وأن ننظر أين نحن منها لكي نستحق معية الله عز وجل ونصره سبحانه وتعالى ولو هناك جيل حقق هذه المعاني على الوجه الذي أراده الله وهو جيل الصحابة أيها الكرام المؤمنون فإذا بالله عز وجل حقق لهم هذا النصر وهذا التمكين وفي فترة تعد لحظات من عمر التاريخ أصبحوا شموس ضياء وأقمار هداية فتح الله عز وجل على أيديهم البلاد وقلوب العباد بفضل الله سبحانه وتعالى لأنهم تمسكوا بالإسلام حقا وبطاعة الله سبحانه وتعالى وأحب هنا لكي لا نهزم نفسيا أيها الكرام ونعلم أننا بجد مطالبون بتحقيق هذه الصفات وينبغي أن نحاسب أنفسنا عليها نصرة لدين الله سبحانه وتعالى وكذلك لكي لا نستبدل أيها الكرام المؤمنون فعلينا أن نتأمل جيدا أحبتي في الله الصفات التي تحققت في الصحابة ونصرهم الله حال لاستضعاف أيها الكرام المؤمنون كانوا في حالة يعني مريرة من الضعف ومن الهوان لكن بتمسكهم الحق بالإسلام هيا الله لهم الأسباب وأسباب القوة ونصرهم بفضل الله سبحانه وتعالى المثال الواقعي على ذلك الذي نحتاج إلى أن نتأمله ونتأمل حالة الضعف والهوان والذل الذي كان فيها الصحابة في وقت من الأوقات ثم استبدل ذلك بالعز والنصر والتمكين بصفات بيّنها الله لنا في كتابه أيها الكرام علينا أن لنستيقن أن الوعد آت لا محالة إذا حققنا الصفات وفي نفس الوقت نحاسب أنفسنا على هذه الصفات أحبتي في الله أبرز مثال لذلك وقعد بدر وما بيّنه الله عز وجل لنا في سورة الأنفال وهي سورة مدنية تتعلق بوقعة بدر أحبتي في الله من أحوال المؤمنين في بدر وأنهم انتصروا وكيف انتصروا بيّنه الله عز وجل لنا في سياقات مختلفة في هذه الصورة ينبغي أن نبطعظ وأن نعتبر بها أحبتي في الله من ذلك أيها الكرام أن الله عز وجل بيّن لنا في سياق الصورة حالة الضعف الشديد التي كان عليها المسلمون في ذلك الوقت أحبتي في الله قال الله سبحانه وتعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة هكذا ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فكانوا في حالة من الضعف والذل والهوان قال سبحانه واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون تخافون أن يتخطفكم الناس هذا هو حالهم في هذا الوقت طائفة كانوا على هامش الدنيا وإذا ابتلوا بسبب إسلامهم فخرجوا من الديار ومن الأوطان وخلفوا بيوتهم وخلفوا أقاربهم وخلفوا أموالهم وخرجوا دون أي شيء وذهبوا إلى المدينة وأصبحوا يعملون بالأجرة في المزارعة مع الأنصار والحالة الاقتصادية في حالة من الضعف والوهن أحبة في الله فالمدى لم تكن في صالحهم في ذلك قليل مستضعفون تخافون أن يتخطفكم الناس يخشون من تكالب الأعداء عليهم ومن حربهم في ذلك الوقت فهذا يبين حال الضعف اللي كان فيه المؤمنين في ذلك الوقت وعلى الرغم من ذلك انتصروا لننظر كيف انتصروا هذا هو الذي نريد أن نقف معه أيها الكرام المؤمنون لنعلم ما هي عوامل النصر التي ينبغي علينا أن نأخذ بها بفضل الله سبحانه وتعالى أحبتي في الله مع هذا الضعف والهوان في ذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بدعائه لهم ما هم فيه من الضعف بقوله اللهم إنهم حفات فحملهم ضعفاء فقوهم جياع فأطعمهم أو جياع فأشبعهم كما في رواية أبي داود بإسناد حسن هكذا فكانوا في حالة من الضعف من حفاء عراه جياع في حال من الذل يخافون أن يتخطفهم الناس فهذه هي الحالة التي كانوا عليها من النحية المادية أو من الأسباب الدنيوي العكس بالعكس في حال المشركين في ذلك الوقت فالذين يحاربونهم أكبر قبيلة في العرب في ذلك يا قريش يهابوا هالناس وعندهم ما عندهم من العدة ومن العتاد ومن الأموال وقد جمعوا عدتهم في ذلك أيها الكرام المؤمنون كذلك الأعداء وهم معهم من القوة وما معهم من العدة كانوا يقاتلون عن عقيدة يقاتلون عن عقيدة يظنون أنهم على الحق إلى درجة أنهم قبل أن يخرجوا إلى بدر ويهاجروا ويسافروا إلى المدينة تعلقوا بمكة بأسطار الكعب وأخذوا يدعون الله سبحانه وتعالى ويقولون اللهم اللهم انصر أكرم الطائفتين عليك وأبو جهل كان يقول اللهم كان منا أقطع الرحم وأتنا بما لا يعرف فأحن ظهر في ذلك فالشاهد وأشار القرآن إلى هذا بقول الله عز وجل إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح يستفتحوا بالدعاء على المؤمنين ويظنوا أنهم على الحق ويقولون اللهم منصر أكرم الطائفتين فلما انتصر المؤمنون بعد ذلك علموا أن أهل الإسلام والإيمان والتوحيد هم أكرم الطائفتين على الله سبحانه وتعالى ويا ليتهم اعتبروا والطعظوا ولكن الهوى والعياذ بالله وعبادة الهوى تجعل الإنسان يورد نفسه موارد الهلكة دون أن يشعر الشاهد أحبة في الله إن عندهم المؤمنين مع الضعف والهوان التنين بيحربهم وعندهم قوة ومال وكذلك عندهم عقيدة بيحربوا بأنهم يظنوا أنهم على الحق في هذا الوقت كذلك لما زهبوا إلى المدينة أو إلى قرب المدينة عند بد كان الركب أسفل منهم كما في ذلك وأشار القرآن إلى ذلك بقوله سبحانه إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منهم يبقى هنا إذ أنتم أيها المؤمنون بالعدوة الدنيا القريبة من المدينة البعيدة عن مكة وهم بالعدوة القصوى البعيدة عن المدينة القريبة من مكة وهذه العدوة أي العدوة يعني المكان والإشارة هنا والركب أسفل منكم يعني خلفهم كذلك العير بتاعة أبي سفيان فعند إذن كانوا يستمتون عليها في ذلك وجاءوا وهم قد أعدوا العد للحرب طب جانب المؤمنين لما خرقوا إلى بدر لم يخرجوا لعدة يعني لتستكمل صورة الضعف والوهن اللي كانوا فيه ما أعدوش كبير عدة دا هما كانوا يطمعون في عير أبي سفيان التي عليها أموال قريش التي سلبت أموال المهاجرين وأخذت حقوقهم وأموالهم وسلبتهم إياها في ذلك فكانوا يعني يطمعون في أخذ شيئا من حقوقهم بالعير كما قال الله سبحانه وتعالى يجادلونك في الحق بعدما تبيم كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وَإِذْ يَعْدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ فكان الحال الذي عليه الصحابة في ذلك أنهم يودون نعم وعدهم الله إحدى الطائفتين الطائفتان إما أن تفوزوا بالعير أي عير أبي صفيان والأموال أو النفير فهكذا أو تجاهدوا المشركين وتحاربوا المشركين فلم يضر ببال أحدهم وهم في مثل هذه الحالة من الضعف والهوان في هذا الوقت أن يكتب عليهم القتال فلذلك كان كل في داخلهم أنهم سيأخذون العير في ذلك ويودون ذلك وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم أي أنكم تفوزون بالعير أبي صفيان دون حرب هكذا ما كان عليه لدرجة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما علم بقرب عير أبي صفيان قال للصحابة والحديث عند مسلم من كان ظهره حاضرا فليركب معنا من كان ظهره حاضرا فليركب معنا فقال أقوام كانوا يسكنون عوالي يعني أطراف المدينة يا رسول الله نذهب ونأتي بظهورنا يعني نروح نأتي بالخيول بتاعتنا أو الجمال بتاعتنا ونيجي معاك نطلع معاك فقال لا من كان ظهره حاضرا فليركب معنا فلم يكن هناك إعداد كبير عدة دي لو حرب وإعداد حرب لعدة للحرب فسيستفيد بكل أحد وننعم يذهبوا ويأتوا بظهوركم وبعدتكم وعتادكم نحتاج لكل صغير ولكل كبير لكن الحرب جاءت فلتة وإذا بهم يظنون أنهم يذهبون للعير ولا يحتاجون إلى كبير عدة وإلى كبير جمع للناس فقال صلى الله عليه وسلم من كان ظهره حاضرا فليركب معنا نأتي ونذهب بظهورنا يا رسول الله من أطراف المدينة قال لا صلى الله عليه وسلم اللي ظهره حاضر بس هو اللي يأتي معنا فما كانش يبقى أهبة واستعداد من جانب المشركين وكذلك عدم كبير استعداد من جانب المؤمنين إذ أنتم بالعدوة الدنيا كانت أرض تسوخ فيها الأقدام والعدوة القصوى اللي واقف عليها المشركين أرض صلبة في ذلك حتى الأرض لم تكن في صالحهم هذا يا أحبة يعني شيء من طرف من بيان حالة الضعف التي كان عليها المؤمنين كان عليها المؤمنون في ذلك الوقت وأن الأسباب لم تكن معهم في وقعة بدر بأسرها ولذلك بيّن الله كل ذلك في مواطن متفرقة في صورة الأنفال ليبين لنا سبحانه أن نصر المؤمنين ببدر محض فضل من الله سبحانه وتعالى على الرغم من أن كل الأسباب المادية قد تخلفت نصرهم الله كيف انتصروا وأعانهم الله سبحانه وتعالى لماذا؟ لأنهم حققوا الإيمان الحق الذي به تستجلب المعية من الله معية الله سبحانه وتعالى والنصر من الله سبحانه وتعالى أيها الكرام فاستحقوا ذلك ولذلك إذا تأمن بداية صورة الأنفال أحبتي سنجد أن الله سبحانه وتعالى بيّن أوصاف المؤمنين المؤمن الحق المؤمن الحق الصادق بيّن أوصافه ثم بعد أن انتهى من حكاية أوصافه مباشرة شرع في ذكر أحداث الغزوة كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون وكأن في ذلك إشارة إلى أن هذه الأوصاف التي كان عليها أهل بدر فاستحقوا النصر حال تخلف الأسباب فإذا سأل سائل بمثال عملي أيها الكرام المؤمنون إذا سأل سائل هل من الممكن أن نصر حال للاستضعاف نعم أحبتي في الله إذا أعتدنا إذا أخذنا بصفات الإيمان الحق وتوكلنا على الله وأخذنا بالأسباب المتاحة ولم نفرط في الأسباب الدنيوية ولا في الأسباب الشرعية الأسباب الدنيوية المتاحة نعد العدة وكذلك الأسباب الشرعية في ذلك هذا لحال الأمتنا الأمة كلها بأسببها تحتاج إلى أن تتأمل هذا أيها الكرام المؤمنون وأن تقف معه وقفة تأمل لنعلم أن أمة الإسلام قوية قوية بمقدراتها وقوية بعدتها وعتادها وبأسبابها الدنيوية وينبغي أن تحرص على إعداد هذه العدة كأمة وأن نحرص كأمة على إعداد هذه العدة لكي لا نكون في احتياج لأعدائنا ولكي لا يتصلط علينا في جميع النواحي الاقتصادية وزراعية وفي كل النواحي والعسكرية وكل شيء كذلك أيضاً أيها الكرام نحتاج مع ذلك التحقق بالإيمان الحق الذي أراده الله أحبة في الله وأن يكون ذلك واقعاً عاماً في الأمة ستتغير عندها وجه الحياة لذلك ربنا سبحانه وتعالى بيّن حتى لو في فارق بعد من عد العدة كأمة حتى لو في فارق بيننا في العدة بيننا وبينا الأعتاد بالإيمان يأتي التفوق بالإيمان الحق الذي ينبغي أن نحققه ونجعله واقعاً عملياً هذا أمر يحتاج إلى تربية ويحتاج إلى صدق ويحتاج إلى إخلاص لله سبحانه وتعالى أيها الكرام فعلينا أن ننظر أين نحن من ذلك الله سبحانه وتعالى وصف المؤمن الحق في بداية السورة ثم بيّن أحداث الغزوة لنتعلم أن هذه الأوصاف التي استحقوا بها النص حال تخلف الأسباب أو حال الاستضعاف فكذلك حال الاستضعاف إذا كان الفئة المؤمنة إذا أرادت أن تنصر حال الاستضعاف فعليها أن تراجع هذه الأسباب مع إعداد العدة والجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى أيها الكرام المؤمنون فهذا ما ينبغي علينا أن نتأمله تعالوا ننظر إلى هذه الصفات التي بها استحقوا معية الله ونصره وسبحانه وتعالى قال الله في مطلع سورة الأنفال يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون أي المؤمن الحق الذي يستحق النصر الموعود بقوله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين وبقوله تعالى وَعَضَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم أحبتي المؤمن الحق هذه صفاته أحبتي لكي ننظر أين نحن منها ولي وقع في الأمة أم أن كثيرا من الناس قد فرطوا في هذه الأوصاف التي بها نستجلب رضى الله عز وجل ونحظى بخير الدنيا والآخرة قال الله عز وجل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم هكذا تأمل أولئك هم المؤمنون حقا أحبتي فعلينا أن ننظر أين نحن من هذه الصفات إنما المؤمنون هذا الباب كل واحدة تحتاج إلى لقاء ولكن هذا لقاء أردت به الإشارة فقط إلى رؤوس الأقلام وإلى الأمور التي ينبغي أن نضع أيدينا عليها ونحاسب أنفسنا عليها أين نحن منها وأن فرطنا فيها أم لا أين نحن أم المؤمنون إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الوجل الخوف من الله وفصره بعد السلف الوجل بأنه الإنسان يهم بمعصية الله سبحانه وتعالى فيقال له اتق الله فيرجع ويعود يرجع ويعود حتى إذا ضعف ووقع في المعصية يتذكر الله عز وجل فيتوب من قريب ويوجل ويخاف من الله سبحانه وتعالى هذا خوف مصحوب بمحبة الله عز وجل خوف من الله عز وجل وعدم تجرؤ يدفع العبد إلى عدم التجرؤ على النواهي وإلى فعل الأوامر بفضل الله سبحانه وتعالى كثير من الناس وقعوا في الإرجاء ووقعوا في الأمن وابتعدوا عن الخوف من الله سبحانه وتعالى وينبغي أن نوازن بين الخوف والرجاء أيها الكرام المؤمنون فأين نحن من ذلك كثرهم الذين تجرؤوا على معاصي الله ليل مهار وابتعدوا عن أوامر الله وعن تنفيذها ويقول لك بس ألب سليم والمهم أن ألب سليم وكذب والله فلو كان قلبه سليما لأطاع الله عز وجل والمعصية تنكت في القلب نكتة سوداء فكيف يكون القلب سليما أيها الكرام فهذا أمن من مكر الله وعدم خوف من الله أما الخوف يجعل العبد يلتزم بالأوامر ويجعل العبد كذلك يبتعد عن النواهي حتى ولو أخطأ أو ضعف يسارع في التوبة والعودة إلى الله عز وجل أين نحن من الوجل من الخوف الحقيقي من الله الذي يثمر عن العمل وعن طاعة لله سبحانه وتعالى أيها الكرام المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وكان هذا حال الصحابة رضوان الله عليهم عندهم الخوف والوجل إذا قيل له اتق الله يعود إلى الله سبحانه وتعالى ويفعل ما أمره الله عز وجل به تركوا كل شيء لأجل الله سبحانه وتعالى لأنهم يتقون الله جل وعلا وهاجروا من أجل الله عز وجل وبذلوا الغال والنفيس لدين الله سبحانه وتعالى وما ذلك إلا لأنهم يتقون الله عز وجل الوجل الذي يثمر عن هذه التقوى أيها الكرام المؤمنون وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا الإنسان لن يزداد إيمانا بالآيات وبالقرآن إلا إذا تدبرها إلا إذا تدبر في الآيات لن تزداد إيمانا بالآيات المتلوة إلا إذا تدبرتها فعلى القدر ما تتدبر في كتاب ربك على قدر ما يحدث لك ذلك التقوى وتمتسل الأوامر بفضل الله سبحانه وتعالى أيها الأحبة والصحابة كلهم موقف معا وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا في الأنفال لما اختلفوا في توزيع الأنفال وهم في عوز وفقر واحتياج نزل قول الله في أول الصورة يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول يعني أمر توزيع الأنفال اللي الغنائم يعني موكول إلى الله ورسوله لا إليكم أنتم فلما استمعوا إلى الآية رفعوا أيديهم وانفض الخلاف هذا وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون التوكل هو الأخذ بالأسباب المتاحة مع اعتماد القلب على مسبب الأسباب الآفل بتمر بها الأمة الآن أحبة في الله أن كثيرا من الناس يعتمدون على الأسباب أكثر من اعتمادهم على الله أو يثقون فيها أكثر والعياز بالله أيها الكرام نحن لا نفرد في الأخذ بالأسباب ولله أمرنا أن نأخذ بالأسباب لكن فرق كبير بين أن تأخذ بالأسباب لأن الله أمرك وبين أن تتكل وتعتمد على الأسباب فرق بين أن تأخذ بالأسباب وقلبك معلق بالله وبين أن تأخذ بالأسباب وإنت لا تعتقد إلا في الأسباب هذا وهن والعياذ بالله فينبغي أن نعرف خطورة ذلك أيها الكرام الذين يقيمون الصلاة على الوجه الذي أراده الله ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم من هنا يأتي النصر فعلينا أن ننظر أين نحن من ذلك أحبة في الله أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته